بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس كيميا 2-2 معكم معلمتكم العنود الاعتابي بنرحب بأستاذ لغة الإشارة معاذ القرعوي بإذن الله اليوم ستكون تكمل لدرس قوانيين سرعة التفاعل سيكون تحديد رتبة التفاعل إذن نحن في الباب الثالث باب السرعة التفاعلات الكيميائية وصلنا إلى قوانيين سرعة التفاعلات الكيميائية سيكون اليوم بإذن الله الجزء الأخير من هذا الدرس تعلمنا في الحص الماضي قواني سرعة التفاعل من الرتبة الأولى وكذلك لرتب أخرى سيكون اليوم تحديد رتبة التفاعل بحسب السرعات الابتدائية ومقارنتها مع بعضها البعض أيضاً حل المسائل ثم الخلاصة وحل التقويم ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكيمياء والصحة سرعة التفاعل ودرجة الحرارة في الأجسام واختبر الكيمياء أيضاً تأثير التركيز في سرعة التفاعلات الكيميائية وسنقارن بين تركيز المواد والتفاعلات فيها إذن الفكرة الرئيسة في هذا الدرس قانون سرعة التفاعل عبارة عن علاقة رياضية تحدث تجريبياً تكون بين سرعة التفاعل وتركيز المادة المتفاعلة سنكمل اليوم الهدف الثاني وهو تحديد رتبة التفاعل الكيميائي ومقارنتها بسرعات الابتدائية إذن مراجعة المفردات المتفاعلات قلنا هي المواد التي يبدأ بها التفاعل الكيميائي اليوم ستكون مفردتنا الجديدة هي رتبة التفاعل سنكمل عليها بإذن الله هذا اليوم لنراجع معا قوانين سرعة التفاعل عبارة عن قوانين من السبب من الرتبة الأولى وكذلك من الرتاب الأخرى ما هي الرتبة التفاعل؟ هي الرقم العلوي أو الأسس الموجودة في المادة المتفاعلة تكون مرفوعة في التركيز كذلك قوانين سرعة التفاعل لرتب أخرى أخذنا فيها الرتبة الكلية للتفاعل الكيميائي وهي ناتجمع رتب المواد المتفاعلة في التفاعل الكيميائي كذلك تعرفنا على القانون الخاص بسرعة التفاعل لأكثر من المادة وهي عبارة عن R تساوي الكي مضروبة في تركيز المادة A مرفوعة للأس M أيضا مضروبة في تركيز المادة B مرفوعة للأس N تحديد رتبة التفاعل بسم الله نبدأ تحدد رتبة التفاعل من خلال مقارنة السرعات الابتدائية للتفاعل كيف عن طريق التغير في تركيز المواد المتفاعلة لذلك قلنا أنها تحدد تجربيا السرعات الابتدائية أيضا تقيس سرعة التفاعل في اللحظة التي يتم فيها إضافة مواد متفاعلة ذات التراكيز المعروفة ثم بعد ذلك خلطها ببعضها البعض تأمن القانون العام التالي هذا هو القانون المادة الأولى زايد المادة الثانية تعطيني النواتج لاحظ هنا موجودة عندي المعاملات افترض أنه أجريا ثلاث مرات هذا التفاعل ولكن بتركيز مختلفة لكل من المادة الأولى والمادة الثانية لكل من A والB فافترض أنه أجرينا هذا التفاعل ثلاث مرات تذكر أن قانون سرعة التفاعل العام لهذا التفاعل هو عبارة عن هذا هو القانون الذي أخذنا حيث أن R تساوي LK مضروب في تركيز المادة الأولى مرفوعة للمعاملة والأس لها والرطفة لها مضروب في تركيز المادة الثانية وأيضا مرفوعة للN إذن لنتفحص هذا الجدول لاحظ معي الجدول الثلاثة بيانات السرعات الابتدائية للتفاعل هذا هو التفاعل ماذا يوجد لديه؟ يوجد لديه أربعة أعمدة العمود الأول عبارة عن عدد المحاولات الأولى والثانية هو الثالثة العمود الثاني هي السرعات الابتدائية لاحظ وحدتها مول لكل ترفيئة ثانية هنا تركيز الابتدائي للمادة الأولى بالمولار وتركيز الابتدائي للمادة الثانية أيضا بالمولار لنلاحظ الآن ما بين المحاولة الأولى والمحاولة الثانية لاحظ أن السرعة تضاعفت إلى الضعف بالضبط كانت إثنين وأصبحت أربعة متى؟ عندما ضعفت المادة الأولى وعندما ثبتت المادة الثانية إذن عندما ضعفت المادة الأولى تضاعفت عندي السرعة لاحظ أيضا المحاولة الثانية هو الثالثة تضاعفت تقريبا أربع مرات لكن ثبتت هنا المادة الأولى وهي A ولكن زدت في تركيز المادة B إذن لنأخذها بشيء من التفصيل هذه هي المحاولة الأولى والثانية قلنا أن تركيز B هنا ثابت هنا تركيز A تضاعف فقط مرة واحدة إذن هنا نلاحظ أن التضاعف أيضا في السرعة إذن نقارن بين التركيز وسرعة التفاعل في المحاولتين الأولى والثانية بالنسبة للB ثابت بالنسبة للA تضاعف إذن لتحديد الـ M وهي رتبة المادة A في القانون مع بقاء تركيز المادة B ثابت لاحظ تركيز المادة A هنا في المحاولة الثانية هو ضعف التركيز في المحاولة الأولى 0.1 0.2 إذن لاحظ أيضا أن السرعة طبعا العشرة هنا ثابتة لكن السرعة هنا 2 إلى 4 إذن لاحظ أيضا أن السرعة أيضا تضاعفت مرتين مما يعني أن تفاعل المادة A أحادي الرتبة على أي أساس قلت أنه أحادي الرتبة عندما أقول 2 مرفوعة للأس M تعطيني 2 يعني هذا أن الأم تساوي الواحد عندما ترفع الأثنين للأس واحد إذن تعطيني 2 فهو سيكون أحادي الرتبة إذن الأم ستساوي واحد إذن قيمة الأم هي تساوي الواحد أيضا ننتقل إلى المحاولة الثانية هو الثالثة الثانية لاحظ والثالثة تركيز A الأولى المادة الأولى الثابت ولكن تركيز المادة الثانية هنا تضاعف لاحظ السرعة كذلك لاحظ السرعة إذن هذه هي السرعة تضاعفت هنا من 4 إلى 16 إذن تقريبا أربع مرات إذن لتحديد الأن رتبة أو أس المادة B هنا أيضا ثبتنا تركيز المادة A إذن ستلاحظ كذلك أن تركيز المادة B في المحاولتين قد تضاعف قلنا مع بقاء تركيز المادة A ثابت ولكن تضاعفت السرعة لدي أربع مرات عن المحاولة الثانية إذن سنقول أن الأن عبارة عن 2 لماذا 2؟ عندما أرفع الأثنين للأس 2 سيعطيني عدد المحاولات وهي أربعة بالتالي سأقول أن الأن تساوي 2 ومعنى أن البي من الرتبة الثانية أوجد الرتبة الكلي للتفاعل قلنا أن الرتبة الكلية مجموعة الأسس للمواد المتفاعلة ما هي الأن؟ قلنا الأن 1 وما هي الأن؟ الأن 2 إذن هذا هو الأن 9 و1 والأن تساوي 2 إذن نطبق سنقول أن المادة الأولى مرفوع للأس 1 والمادة الثانية تركيزها مرفوع للأس 2 2 زائد الواحد سيعطيني أن التفاعل الكلي من الرتبة الثالثة مسألة تدريبية إذا علمت أن التفاعل من الرتبة الأولى للأكسجين والرتبة الكلية هي ثلاثة فما القانون العام؟ قلنا أن الثلاثة الرتبة الكلية ناقص الواحد وهي الرتبة للأكسجين سيعطيني إثنين وهي الرتبة للمادة الثانية وسنقول لو طلب منك ما هي الرتبة الكلية سنقول أنها 1 زائد 2 سيعطيني زائد التأكيد للإيجابة ستعطيني ثلاثة أيضا السؤال الذي يليه في ضوء البيانات التجربية الواردة في الجدول التالي حدد قانون سرعة التفاعل هذا هو التفاعل ملاحظة أي رقم مرفوع للقوة الصفر فهو يساوي 1 مثال هنا مرفوع للقوة الصفر فهو يساوي 1 كذلك هنا مرفوع للقوة الصفر فهو يساوي 1 أيضا لدينا ثلاث محاولات الأولى والثانية والثالثة التركيز الابتدائي هنا للمادة الأولى والتركيز الابتدائي للمادة الثانية وهنا السرعة أنظر وألقي نظرة هنا في المحاولتين الأولى والثانية المادة B نفس التركيز ثابت لكن المادة A هنا تضاعفت وهنا أعطتني نفس السرعة إذن بدراسة المحاولتين الأولى والثانية سنجد أنه عند مضاعفة التركيز هل تغير معي السرعة هل تأثرت السرعة لم تتأثر إذن معنى ذلك أن الرتبة لمادة A هي تساوي صفر لأنه لم يكن لها أي تأثير لكن في المحاولتين الثانية والثالثة انظر لتركيز المادة B وانظر إلى التركيز هنا أو سرعة أفضل هنا تضاعفت إذن سنقول أن عندما زدنا تركيز المادة B هذا أدى إلى مضاعفة سرعة التفاعل لذلك في الرتبة هنا أحادية إذن سنقول أن القانون سيساوي تركيز المادة A مرفوع للأس صفر في تركيز المادة B مرفوع للأس واحد طبعا مضروبة في الثابت كأن هذا ليس موجود إذن سنقول فقط أنه يساوي تركيز المادة B مضروبة في الثابت وهذا هو الـ إذن هذا هو جواب السؤال الخلاصة تسمى العلاقة الرياضية بين سرعة التفاعل الكيميائي عند درجة حرارة وأيضا تركيز محددين للمواد المتفاعلة ونسميه قانون سرعة التفاعل كذلك يحدد قانون سرعة التفاعل قلنا أنه تجربيا باستخدام طريقة مقارنة السرعات الابتدائية عندما أقوم بتغيير التركيز ننتقل الآن إلى التقويم إشرح ماذا يمكن أن نعرف عن التفاعل من خلال قانون سرعة التفاعل الكيميائي طبعا هو يعبر عن العلاقة الرياضية بين سرعة التفاعل وبين تركيز المواد المتفاعلة السؤال الذي يليه أكتب معادلات قانون سرعة التفاعل التي تظهر الفرق في التفاعل من الرتبة الأولى ومن الرتبة الثانية من الرتبة الأولى سنقول أنه R تساوي K في تركيز المادة الأولى لم يكتب الواحد إذن هو من الرتبة الأولى بالنسبة للرتبة الثانية سنكتب هنا في القانون 2 إذن مرفوع للأس 2 إذن R تساوي الثابت في تركيز المادة مرفوع للأس 2 يشرح وظيفة ثابت سرعة التفاعل في معادلة قانون سرعة التفاعل طبعاً الكي يربط بين سرعة التفاعل والتركيز وعند درجات حرارة معينة وضح متى يمكن أن يصبح ثابت سرعة التفاعل كي ليس ثابتاً وعلى ما تدل قيمة الكي في قانون سرعة التفاعل الكيميائي تتغير قيمة الكي مع تغير درجة الحرارة كلما كانت قيمة الكي أكبر معنى ذلك أن التفاعل لديه سريع اقترح تفسير لأهمية أن نعرف أن قيمة قانون سرعة التفاعل هو متوسط سرعة التفاعل طبعاً هو يقول تفسير لأهمية أن نعرف قانون قيمة قانون سرعة التفاعل هو المتوسط بما أنه لديه سرعة إذا انتقل السرعة مع الزمن متى؟ كلما قلت تركيز المواد المتفاعلة بالتالي السرعة هي عبارة عن المعدل عبر الزمن وليست السرعة عند لحظة معينة فسر كيفية ارتباط الأسس في معادلة قانون سرعة التفاعل الكيميائي بالمعادلات في المعادلة الكيميائية التي تمثله هل هناك علاقة بين قانون وفي المعادلة؟ القانون يكتب أساساً أو يستخرج عن طريق التجارب إذا لا توجد علاقة حدد الرتبة الكلية للتفاعل أي وبي إذا علمت أن السرعة أو معادلة السرعة تساوي لاحظونا 2 مرفوعة لأس 2 إذن هذا هو القانون سأقول مباشرة أنه يساوي الأربعة إذن 2 زاعد 2 سيعطين الرتبة الكلية للتفاعل تساوي أربعة ننتقل الآن إلى الكيمياء والصحة سرعة التفاعل ودرجة حرارة الجسم لاحظ هذا الشخص هو نسية مع طفوح عندما خرج مسرع من المنزل إذن تخيل أنك خرجت من المنزل في يوم ذات برودة وتأخرت عن العمل أو عن المدرسة وبدأت تركض ثم بعد وقت قصير بدأ جسمك يرتجف ما السبب في هذا الارتجاه؟ طبعا الارتجاف ونستجابة تلقائية من قبل الجسم يحاول أن يحافظ على حرارة الجسم فهو يعطيه مهلة وهي عملية مهمة للحفاظ على درجة حرارة الجسم ما هي درجة حرارة الجسم الطبيعية؟ درجة حرارة الجسم الطبيعية هي 37 درجة سيلولوزية لكنها قد تختلف أصلا ما بين أعمار من الصغير حتى الكبير أو حتى الجنس من الذكر والأنثى أو حتى الوقت أو مستوى النشاط الذي تقوم به ما بين الأماكن والمرتفعات كذلك ترتفع درجة حرارة جسمك عندما تقوم بأنشطة شاقة أو عندما تكون درجة حرارة الهواء المحيط بك أصلا هي مرتفعة كذلك ممكن أن تنخفض درجة حرارة الجسم عندما مثلا تأخذ حمام بارد أو عند ارتداء ملابس خفيفة في طقس بارد ونتنخفض درجة الحرارة بالنسبة للتفاعلات الكيميائية تسخن الجسم تفاعلات كيميائية إذن نحن نعرف أن الطعام عندما يخضم يعطيني تفاعلات كيميائية في داخل جسم الإنسان فيتم هضم الطعام داخل كل خلية من خلايا الجسم الأساس فيها هي انتاج الطاقة أما أنها تستعمل أم أنها تخزن على شكل جزيئات كبيرة طبعا هنا ربط مع علم الإحياء هنا لدينا أدينسين ثلاثي الفوسفات أو تسمى الـ ATB ماذا تفعل عندما أحتاج إلى الطاقة؟ سيتحول جزء منها إلى أدينسين ثنائي طبعا هنا ثلاثي سيتحول إلى ثنائي ويعطيني ADB ومجموعة الفوسفات البي آي ثم تحرر بعد ذلك الطاقة طبعا هذا كله سيحتاج إلى إنزيمات خاصة حتى يحدث وتنظم سرعتها كيف يقوم الجسم بتنظيم درجة الحرارة عن طريق المهاد؟ ما هو؟ هو جزء من الدماغ يقوم بتنظيم درجة الحرارة عن طريق نظام التغذية الراجعة المعقد فسبحان الخالق يحافظ النظام على التوازن بين طاقة الحرارية الصادرة عن تفاعلات كيميائية داخل الجسم والطاقة الحرارية المتبادلة كذلك بين الجسم والبيئة الموجودة فيه بالنسبة لانخفاض درجة الحرارة لاحظ معي هذا الشخص عندما انخفضت درجة حرارة الجسم تبدأ الغدة تحت المهاد بالقيام بالعمليات التي من شأنها زيادة تحرير الطاقة الحرارية القشعرية والارتجاف التي تشعر به هو عملية تنتج عن التقلصات السريعة للعضلات نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تطلق الحرارة أو الطاقة الحرارية ثم بعد ذلك يقوم الجسم بإجراءات للحفاظ على الطاقة الحرارية للجسم حتى لاحدث انخفاض ممكن أن يؤدي إلى الوفاء ذلك من الحد من تدفق الدم إلى الجلد بالنسبة للارتفاع الارتفاع قد تخرج في يوم حار جدا أو مثلا إما بزيادة التفاعلات في الجسم يكون هنا كائض شديد أو مثلا البيئة ستكون هنا الحرارة فيها مفرطة في فصل الصيف مثلا فماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج توسع في الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد ثم تمددها إضافة إلى زيادة عمل القلب والرئة فستشعر أنك مجهد نوعا ما من شأن هذه العملية زيادة انتقال الطاقة الحرارية للبيئة قد خلق الله سبحانه وتعالى النظام الكامل للتحكم في درجة الحرارة من أجل الحفاظ على حدوث تفاعلات تأخذ الجسم بالسرعة المثلة ننتقل الآن إلى مختبر الكيمياء وهو تأثير التركيز في سرعة التفاعل الكيميائي ما هي الخلفية النظرية؟ وأنه تصف نظرية التصادم كيف يؤثر التغير في تركيز إحدى المواد المتفاعلة في سرعة التفاعل الكيميائي ونظرية التصادم عبارة عن لا بد أن يشترط أن يكون هناك تصادم بين الأيونات والجزئات والذرات حتى يعطيني تفاعل كيميائي السؤال يقول كيف يؤثر تركيز المواد المتفاعلة في سرعة التفاعل؟ ما هي المواد المستخدمة أو الأدوات؟ ماصة مدرجة سعتها 10 ملي ماء مقطر، شريط مغنيسيوم لا بد أن نقوم بتقطيع شريط المغنيسيوم بنفس الطول مقص وملاقط، مالئة ماصة، هام الأنابيب، ورق صنفرة، مصطرة بلاستيكية، ساعة إيقاف، حمضة الهيدروكليريك وهنا لا بد أن يكون المعلم والمعلمة موجود معك في داخل المختبر تلبس القفزات لا بد من إجراءات السلامة هنا التركيز 6 مولار كذلك أنابي باختبار قطرها 25 مليمتر طولها 150 مليمتر مرقمة من الواحد إلى الأربعة كذلك الساق تحريك زجاجي طبعاً قلنا لا بد من القيام بإشتراطات السلامة خطوات العمل هناك في دليل التجارب لدينا بطاقة ستقوم بتعبئتها أولاً استعمل الماصة المدرجة للبلاستيكية لسحب 10 ملي من حمض الهيدروكلوريك الذي تركيزه 6 مولار ثم ضعها في الأنبوب رقم واحد ثم بعد ذلك اسحب 5 ملي من حمض الهيدرويك الذي تركيزه 6 مولار باستعمال الماصة في أنبوب الاختبار ثم ضعها في أنبوب الاختبار رقم 2 أضف إليها 5 ملي من الماء مقطر ثم حرك المزيج إذا أنا أخذت 5 ملي من الحمض الذي تركيزه 6 وأضفت إليه 5 ملي من الماء سيصبح مخفف ويعطيني 3 مولار بعد ذلك الأنبوب الثالث اسحب 5 ملي من الحمض الذي تركيزه 3 مولار من هنا وضعها في الأنبوب وضعها في الأنبوب رقم 3 ثم بعد ذلك أضف 5 ملي من الماء المقطر إذا الثلاثة ملي سأخففها وتعطيني 1.5 مولار وأيضا نقوم بتحريكها ثم الأنبوب الرابع نسحب 5 ملي من الحمض الذي تركيزه 1.5 مولار في الأنبوب الاختبار رقم 3 ونضعها في الأنبوب الاختبار رقم 4 ثم بعد ذلك نضيف لها كذلك 5 ملي من الماء المقطر إذا أنا خففتها الواحد ونص ستعطيني 0.75 إذا نحط أربع أنبي بأربعة تركيز ثم إسحاب 5 ملي من حمض الـ HCL تركيزه 1.75 مولار من الأنبوب الاختبار ثم أخففها بالماء وتخلص منها في المغسلة الخطوة الأخيرة ستأخذ شريط من المغنيسيوم طوله 1 سنتيمتر باستعمال الملقط في الأنبوب رقم 1 ثم ستسجل الزمن المستغرق بالثانية حتى تتوقف الثقاعات عن الظهور ثم ستكرر هذه الخطوة رقم 7 في الأنبوب المتبقية 3 ثم بعد ذلك ستسجل الزمن في كل مرة ثم ستقوم بالتنظيف والتخلص من النفايات النفايات أفرغ من المحالين الحمضية في الوعاء لتخلص من الأحماض وتغسلها وتنتبه ليدك جيدا وتخلص من المواد الأخرى بتوجيهات طبعا المعلم ثم تعيد كل شيء إلى مكانه هذه هي الأنبوب الأربع قلنا لنبوب الأول 10 ملي من حمض الـ HCL تركيزه 6 مولار الثاني 5 ملي من حمض الـ HCL وماء مقطر 5 ملي عفو وأصبح تركيز 3 مولار لاحظة التركيز الآن 5 ملي من حمض الـ HCL وماء مقطر 5 ملي كذلك وأصبح التركيز 1.5 مولار الرابع 5 ملي من حمض الـ HCL وماء مقطر وأصبح التركيز 75 ممية مولار إذن مجموع كميات كلها 10 كلها 10 ملي لكن تركيز الحمض في كل مرة يقل في كل مرة يقل عندما تقوم بوضع الشريط في كل مرة توقع شريط المغنيسوم ماذا سيحدث عندما يكون الشريط موجود في 6 مولار؟ طبعا التركيز هنا قوي أحسنتم سيكون فوران قوي متاز بالنسبة الثلاثة قوي ولكن مقارنة بالستة سيكون أقل رائعين بالنسبة الـ 1.5 نوعا ما وسط أحسنتم لكن مقارنة بالثلاثة سيكون أقل من الـ 75 ممية ضعيف لكنه سيكون أقل من الـ 1.5 الـ 1.5 سيكون أقوى من الـ 75 أحسنتم الثلاثة سيكون أقوى من الـ 1.5 والستة أقوى منهم جميعهم معنى هذا أن التركيز يؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي إذن ستقوم برسم الرسم البياني بهذا الشكل سيكون على المحور السيني تركيز الحمض والمحور الصادي زمن التفاعل كتبت هنا البداية طبعا الأرقام تكون بهذا الشكل الستة في النهائي الستة مولار إذن سترسم هذا المنحن البياني وتمثل عليه هذه الخطوات طبعا الرسم يجب أن يظهر تناقص زمن التفاعل مع نقصان التركيز لأن كلما نقصنا في التركيز أعطاني زمن التفاعل أقل استنتج العلاقة بين تركيز الحمض وصرعة التفاعل كلما كانت الحمض تركيزه أقل كلما كان الزمن أقل بالتالي سيعطيني هذا الشكل في الرسم البياني إذن يقل زمن التفاعل مع نقصان تركيز الحمض ضعفة رضية بالاعتماد على نظرية التصادم وصرعة التفاعل وتركيز المواد المتفاعلة لتفسير الناتج طبعا عندما يزداد تركيز الـ HCL في أنبوب الاختبار معنى ذلك أن هناك زيادة في احتمال التصادم بعنصر المغنيسيوم هذه التصادمات مغنيسيوم مع الـ HCL إذن سيحرر مباشرة غاز الهيدروجين تزيد مسرعة التفاعل الذي يستدل عليه من خلال زيادة الفقاعات المتواجدة في الأنبوب ما هي تحليل الخطأ؟ تحليل الخطأ قارن أيضا بين النتاج التي حصلت عليها مع زملائك في المختبر فسر الاختلافات طبعا في مرحلة التخفيف قد يكون هناك خطأ ممكن أن تنشأ في عدم الدقة في التخفيف عندما تأخذ الأنابيب أيضا الاختلاف في طول شريط المغنيسيوم قد يكون شريط أطول من شريط فبيعطيني زمن أقل أو زمن أعلى بالتالي لابد أن يكون الشريط نفس الطول والتركيز ننتبع أن يكون بنفس الدقة إلى هنا طلابي نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم من الحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم